وعلى الجانب التشريعي من معادلة الإدارة الجديدة في صلاح الدين صوت مجلس المحافظة على انتخاب أيمن شكر محمود بمنصب قائم مقام تكريتة وأرشد عبد السلام محمود لسام الراء وطارق محمود أحمد للضروعية وعادل أحمد علي لقضاء باجي جاء ذلك خلال جلسة للمجلس ترأسها المهندس عادل عبد السلام الصميضعي وبحضور جميع الأعضاء وحسب مصادر الحوارات السياسية فإن مناصب المديرين العامين من بينها التربية والصحة ستخضع لإعادة تقييم بعد قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتخويل مجلس المحافظات حق التعيين والإقالة للمنصبين